السلام عليكم ورحمة الله معكم عباية جيميك اشترك اليوم فيديو الجيد عن سيفن دي سينس خطايا السبع فيديو اليوم رح نحكي عن التحديث اللي هو رح يجيب تاريخ ثلاثين ثلاثة اللي هو بكرة أعتقد بعد التحديث اللومي خلينا نشوف شو هو التحديث وشو الشغلات اللي مهمة فيه وشو الشغلات اللي لازم نعملها باقينا نبلش بأول شغله طبعا هو رح يكون اللي قرد يحنا عرفانين بانر ايستن وفالنتي اللي هو ام كي تو وايستن الحامرة طبعا فالنتي اي فالنتي جديدة اللي هي لونه أخضر رح يكون لبسة وكل شيء فيها غير فالنتيات الماضية لازم نشير لبس خاص فيها طبعا القير عادي فيك تحط نفس القير بس اللبس غير طبعا البانر راح تكون عبارة عن ستميت جيم بعدين بتختار الياهي ياهي واللي اكتشفناه بصراحة انه اللي تنتين السي سي تباعهم كتير كتير عالي خاصة بعد السوبر اويكنينج فايف بصيروا كتير كتير عالين يعني من هاي التانية اعتقدوا هاي الخامسة او السادسة بقى اي شغلة كتير كتير قوية طبعا اولا دينا سمشلاتهم حكيت عليها بالفيديو الماضي راح اطلكم الفيديو باخر الفيديو هاد بعزتكم اتغطوا علي روحوا وشوفوه شرحت فيه سبيشالاتهم وشوفها انتم وش ليش قواية وكل هادا الشي طبعا هلا الشغلات الجيدة راح يكون في في دي سيفين كتير سبيشال وراح سوشال سبيشال لا سبيشال المهم خينا نشوف ليكم اول شي راح يكون في كتير افنتات انا هذا الشي اللي بصراحة شوي اضايقت منو لانو هنن يا بيحطوا ابدات ما في ابدات ما في شي ابدا يا بيحطوا ابدات في كل شي ما في عندهم حلوسط با خينا نشوف شو الافنتات الموجودة اول شي راح يكون فيه تشيك اين طبعا جواز اسم نعرفة انو كلهم بتفوت على اللعبة بتاخد جوائس ابصر شو حتكون التانية هولي وور فستيفل سبيشال ميشن بارتو هاي المهمات اللي هي شو لما انت لما انت خلينا نفرجيكم ياها باللعبة نفسها هلا هي في واحدة الهولي وور موجودة هاي الميشنز اللي هون بتخلصها اعتقد بتاخد مالتي اعتقد بتاخد مالتي على البانر بس طبعا بس تجي البانر بنعرف اكتر اه وفي التانية الورد كويست نريد هاي تاؤت في وورد كويست جديد بتلعبوا مهمات بسيطة مثل ستوري بسيطة سبيشال راح يكون في سبيشال باتل اللي هو الديزاستر بتقاتل فيه أعتقد ليليا وكاميلا وفلانتي اعتقد اللي هو انه انت بتلعب كم مرة بيطلع لك بوس هاد البوس بتقاتله بتاخد منه جوائز ولما تخلص هاد الجوائز بتفوت على الاكسشين شوب الاكسشين شوب هنيكة بتستبدل الجوائز اللي اخدتها من البوس باتل عليها وطبعا التور اوف ديزاستر سوري رح يكون فيه تور اوف ديزاسترز كمان موجود يعني هي شغلة كتير حلوة ان شاء الله هي تكون جديدة وهي تكون جديدة يعني يعطونا جمات هون بالسبيشال ويعطونا جمات بالتور اوف ديزاسترز ساعة رح يكون عنا كتير جمات نيوفورت سورجز سبيشال ريورد دانجن هاي شغلة كتير حلوة اللي هي اعتقد هاي اللي هي بوانستامنة بتلعبها وبتاخد منها جوائز ايوة بتاخدنا جوائز اللي هي بتجي كل فترة وفترة بتلعبها بتاخد ممكن سبع او تمين جوائز وبتلعبها بوانستامنة بيكون اللي ضده كتير سهل انه باي كاركتر فيك تفوزه هاي بالنسبة لل 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 سبيشال دريورد ديلي ايفنت مشن رح يكون في كمان مهمات يومية هاي شغلة كتير حلوة وسبن ايفنت رح يكون في سبن ايفنت كتير كتير حلو تطعب عدد 5 مهمات يومية نسيطب رح يكون في شيه 5 مهمات يومية نسيطب ايفنت اعتقد هاي اللي هي كانت ايفا لكانت بسات ايوة اعتقد كنا نفوت عليها من هون فوت على الباتل هون ايوة اعتقد هون كانت بالي هون اهي الهلا ما لعبتها انا هتخلص اليوم يا الله انسيت مبارح لعبها صح ما لعبتها هتروح اليه الجمتين اللي هي اعتقد اللي قبله كانت تبع هندريكسن وما هندريكسن بقى اعتقد راح يجيبوا تنتين واحدة هلا واحدة بعدين بستة اربعة بالله تحديث الجاية اللي هو اول واحدة اعتقد بيكون ممكن بعد هندريكسن ممكن غوثر وما غوثر وهدول يعني هاي نفس الشابترات بس بيكونوا سبيشال انك بتاعتلهم بتاخد جوائز وراح تكون في واحدة تانية بعدين وبوف ايفنت راح يكون في بوف ايفنت كتير حلو وراح يكون انك لما تخسر تقدر تعمل كونتينيو مرة واحدة مجانا وراح يكون في على الكويست المين كويست اللي هو الفري ستيج والستوري نفسه راح يكون عليها نص ثمينة يعني تلعب بنص ثمينة وراح يكون طبعا كالعادة اللي هو هدول الاثنين موجودين لما ترفع شخصي لفل شخصيتك راح يكون ارخص والشغلة التانية لما تعمل سالفج راح يكون يعطيك جوائز اكتر وطبعا الشغلة التانية اللي موجودة اللي هي الايفنت فاينال بوس بس يخلص فاينال بوس اللي هو اسكنور راح يجي فاينال بوس التروبل ميكر اللي هنا هدول الثلاثة كريثاندر وهاوزر وكريامور واعتقد راح ناخد في لبس لمونو بس ما راح ناخد لبس لهدول الثلاثة للأسف بس اعتقد راح ناخد فيه جمات حلوة وهو سهل مو صعب يعني وطبعا راح يكون فيه كوستوم لفل انتي الاثنين وهدول اللي هو تشفيك شتريهم بمصاري حقيقية وسيستم شينج فيه شغلة كتير كتير حلوة شو هي ادت ذابلتي تو كاستمايز برول اي 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 شو هي يعني انت لما تلعب البرول تبع الاي اي لما تلعب المرحلة اللي هو انت اوتو بتحطها من الاخر فيك تقول له مثلا انا بدي استخدم الحركة هاي قبل هاي بدي استخدم الشخصية دروب الشخصية هاي قبل هاي هاي كتير كتير حلوة وانا بس هتنزل راح عمع لها فيديو خاص فيها لانه يمكن تكون بس بالبرول اللي هو البي في بي 3.3 وممكن تكون بكل مكان وهي ساعتها راح تكون احسن بالنسبة لنا مشان اذا بنلعب بنلعب اوتو مثلا نفرم جولد ما يستخدم والله مثلا رانكب وعلى حاله هو ما عنده كروت لا خلي يضرب ضربات مثلا الاو اي ما يضرب ضربات سنجل تاركت وهكذا هاي راح تكون شوي حلوة واذا سويتها صح وفيك حتى اصلا شو تعمل لما تسويها تبعاتها لاصدقائك يسوها نفسها اي نفس الاعدادات تبعك تنسخها هنا يسوها كمان اي شغلة كتير حلوة طبعا التورف توايلز اللي موجود حاليا اللي هو تبع سليتر اعتقد راح ينتهي بتاريخ ستة اربعة مو هلا الاسبوع الجاي راح ينتهي ورح يكون في ابدات جديد بتاريخ ستة اربعة اعتقد بستة اربعة راح يكون في شي جديد لانه في شغلات كتير راح تنتهي بستة اربعة هلا شغلات اللي راح تنتهي حاليا هو الوينير انفرسالي سبيشل درو هاي اللي هي تبع ديرييري اعتقد ايوا هاي هاي راح تنتهي اليوم اخر يوم لالها وبصراحة ديرييري الزرق طلعت من اقوى الشخصيات كسي سي وهي طبعا لساتة راح تلبع الى اسبوعين هاي اول شغلة راح تنتهي الشغلة تانية راح تنتهي كمان اللي هو الهيرو درو اوكي غروث سبورتشيكين ايفنت راح ينتهي الشيك اين راح تنتهي الهولي وور فستيفل سبيشال مشن الهلا المهمات اللي كنفايتين عليه راح تنتهي الهوك آسوم كارد راح ينتهي كانسل كارد بيرشوس حلو ديمن بيركس كل شي من هادوها راح ينتهي اللي هو انو انت لازم تكون مستخدم 900 جيم هاي راح تخلص مشان تاخد الجوائز الفستيفل اكسشين شوب راح يخلص اغلب الشغلات راح تخلص بس البانر ما راح يخلص وهي راح تخلص تبع الهوست للأسف والبندلات هدو راح يخلصوا بقى اللي في عندو شغلات لسمو خلصة يروح يخلصها بقى اليوم واخر يوم عنكم روحوا خلصوا كل شي مخلصينو مشان شو مشان مايروح عليكم ولا جايزة متل مانا راح علي للأسف واحدة من الجوائز طبعا هلا بالنسبة للبانر هلا انا اعتقد اليوم راح اعمل بث اللعب فيه سوبر فاينال بوس اسكنور لآخر مرة بقى اللي لسه ما دراني خلصوا نشوف البث تبعي اليوم ممكن يدير يخلص فيه انا حاجرب كم تيم ونفرمو ونشوف بس انا بصراحة بالنسبة اللي ما راح فرم هاي الديفكالتي راح فرم الاكستريم او الهارد هلا بالنسبة للبانر بصراحة انا تسعيب المية ما راح اعمل على البانر او تسعة وتسعيب المية راح اعمل على البانر ليش؟ لانه كل الشخصيات غير فالنتي وايستن عندي ياهم وعندي ياهم يعني فيك تقول من اصل عشرة ممكن عندي سبعة سيكس سيكس بقى البانر اذا بدي روح عليها ستمين جيم بالنسبة لي حرام بالنسبة لبعض الاشخاص ممكن تكون كتير مناسبة لانه ما عنده مثلا سبين ديزاس انه هي اعتقد قالوا انه البانر راح تكون فقط فيها الشخصيات الاصلية اللي هو ايستن وفالنتي ومونو وروكسي وشين وليليا ما راح يكون فيه وكميلة ما راح يكون فيها شخصيات تانية هلا اذا غيروها ممكن ساعة نعمل بس اذا ما غيروها لا انا بصراحة ما راح اعمل لانه لا تنسوا في عنكم بانر مارلين جاي عالطريق وفي عنا بانر الكولاب جاي عالطريق هلا الكولاب الشخصيات هي ما اجت لها مرة مرة تانية مشان هيك بقى ممكن فالنتي تجيب كتير بانرات بس الكولاب ما بعتقد يجو مرتين مشان هيك بقى انا راح طوف هدولي مشان اقدر اسحب على الكولاب لاني ما راح يقدر ادفع على البانرين بقى انتو شوفوا انتو كمان نفس الشي هلا في اشخاص انا في فيتوبلاي نصحتهم انو ما يعملوا لا على الكولاب ولا على مارلين ولا على ايه ولا على فالنتي يعني عندك 3 بانرات كتير سهل لك تعمل اسكب هلا بانر الكولاب فيك تقول انو لا الشخصيات ممكن ما ترجع مرة تانية بس مارلين البانر تبعها مقوية ولا فالنتي البانر تبعها قوية لدرجة انو لازم تسحب عليها بابا تقيت بس هيك من كونو سلنات الفيديو تمال اليوم ارجو ان تكون اسم تاعتو في 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 لايك للفيديو تشترككم على ملخانة شاسكم كلي جديد مني و بنشوفكم على اخير في فيديوها التانية باسلامة موسيقى موسيقى